موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رجعنا اليوم بفيديو جديد بسلسلة الديسكسيون الأليمين البيتسفاي مثل ما الكلب يعرف يعطوك نص معك 20 دقيقات حضره انت وشركك وكل واحد الحال طبعا يحضره يكتب الجمل الرئيسية ويفوتوا ويتناقشوا فيه قدام اللجنة لمدة دقيقتين أو دقيقتين ونص الله يزيها الخير أخذت بعثت لي هذا الفيديو أو هذا الملف لكي نفعله فيديو لكي يستفاد أكبر رقم ممكن للعالم فلا ننساهم الدعاء هذا الفيديو أو هذا النص ما له مجهودي الشخصي فلا ننساهم الدعاء أرجو أن واحد يتعلمني اللفظ أنا شوية لفزي سيء مثل عادة انتو بتعرف هذا الشيء لحقول بسم الله الرحمن الرحيم وبلش فورا النص بيحكي عن المعيشة في الخارج أو السفر إلى برات الدولة التي تعيش فيها جمال وفور طائلة ونختائلة لكي تستخدمه في داخل هذا النص إذا جاءك الفحص سأقول بسم الله وبلش فورا مرحلة جديدة من الحياة بداية جديدة الانطلاق بهذه الحياة جديدة يكون مثير ونفس الوقت مجهد وقت الواحد يقرر أن يغير حياته من الصفر أو يبدأ من القاعدة هنا تأتي الجملة تأتي من الألف إلى الياء مثل ما نقوله باللغة العامية فور طائلة الفور طائلة هذه المعيشة برات الدولة أرلنن يكتسب لغة جديدة في المنشن لأن هناك تتحرك المعيشة ورعاية ورعاية في بعض البلدان تكون تكاليف المعيشة ورعاية أقل أو منخفضة أكثر بغفلشة أوسلاند ارفاغن كشف كومبتنس أوسلاند أوسلاند أفو ما نقوله الخبرة المهنية التي يأخذها في الخارج وكفاءة العمل في الخارج نحن لدينا أن الواحد الذي يعمل في الخارج أكيد يجمع كفاءة وخبرة أكثر التي يعمل في الخارج في الخارج حيث ذلك أن الواحد يجرب شغلات جديدة صحة أو تقص جديد أو يعيش الطبيعة الجديدة بغفلشة نوية يواجه تحديات مهنية جديدة يجب أن يقفز إلى أعلى سلم الوظيفة وأن يقفز إلى أعلى سلم الوظيفة وأن يجب أن يترك بالاختصار يجب أن يدرك أليس الانتقاء إلى خارج الدولة هو أكثر تعقيداً وكلفة إذا كان يتنقل ضمن ألمانيا إذن ترجمة التعبير في المنزل لا تتعبير المعارفة في المنزل أحيانا لا يتعبون أحياناً من تلك الرعاية الصحية في النزل موجودة في ألمانيا أن الرعاية الصحية هي أقل من الرعاية الصحية التي توجد هنا وهي من أهم النحوار في هذا النص أصدقاء والمعارف الأصدقاء والأقارب لا يعيشون معك في نفس البلد نكمل بآخر واحدك والتوى الشوكس دورش من منطالة و شبرخلية و ترشيدة الصدمات الثقافية من خلال الاختلاف العقلي و اللغوي إنه الواحد غير عقلك أو غير لغتك كيف تتعامل معه هاي من أهم الناختايلة و الفورتايلة مقطع خفيف لا تنسونا من الدعاء أي سؤال حطولي بضمن التعليقات إن شاء الله كون عم بقدر وضح وساعدكم قدر الإمكان بإجتياز هذا الفحص بالنهاية أنا مالي أستاذ باللغة الألمانية أنا بس عم ساعد الطلاب عشان يقدروا أن يجاوز الفحص أنا ما عم علموا اللغة هاي أهم فكرة أنا من خلال فيديوهاتي هلأ لحقلكون السلام عليكم و رحمة الله و بركاته للفيديو القادم ترجمة نانسي قنقر